حبيبي طلبت برايمري سيكس ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير يلا بينا مع بعض مع الليسون 5 وداتا اوف ريبريزنتيشن وده اخر الليسون موجود عندنا في يونيت سيكس الليسون ده تعالوا كده نبص انا عملتلكم ال .plot والhistogram والbox plot جمعتهم لكم مع بعض عشان نقدر نعمل ال difference ما بينهم الليسون ده حبيبي اغلبه نظري يعني هو بيجيب لكم ال equation وبيطلب منكم هل انتو هتستخدموا ال .plot في الrepresentation ولا الhistogram ولا الbox plot عشان كده وانا مشرح كنت دايما بقول لكم اللي بيميز كل واحدة يعني ال .plot اول ما يقول لكم individual data انت تعرف على طول ان ده .plot طيب بصوا كده هلاقي ان ال .plot بيبقى عليه حاجة اسمها cluster cluster دي يعني تجمع شايفين ال dots دي كلها متجمعه اهو في مكان واحد التجمع ده اسمه cluster امال ايه البيج دي البيج دي هي القمة هي اعلى dot موجودة عندكم طيب الجاب اللي هو المكان الفاضي يعني هنا مفيش عندك dot فيه فراغ طيب ال outlier ده اللي هو ايه اللي هو البعيد يعني فيه dot كده بعيدة عن cluster لوحدها فده اسمه outlier فلما ييجي يقول لك data اقدر اجيب منها cluster او بيبقى بتمثل cluster والبيك والجاب والoutlier فده على طول هو dot blot طيب ايه تاني اهو بيقول لك شو بيك gaps cluster and outlier طيب ايه تاني شو the number of all individual احنا اتفقنا كلمة individual يبقى على طول dot blot طيب خد بالك ان انت بتقدر منه تجيب الماكسيمم والنق والمينمم بتقدر تجيب منه المدين واللور كوريتيل والأبر كوريتيل زي الاجزامبل كده اللي شرحته في اخر الفيديو اللي فات ازاي من dot blot قدرنا نجيب ال five number summary بس خد بالك بقى هنا سؤال مهم لما ييجي يقول لك ال display اللي اقدر منه اجيب ال five number summary المدين واللور كوريتيل هتقوله dot blot والbox blot طبعا بس لما يقولك the best way او the easier way يعني الطريقة الاسهل هو حدد لك اهو يبقى هتقوله البوكس بلوت طبعا البوكس بلوت معروف انه هو the best way to get the five number summary تعالوا كده نبص على البوكس بلوت هتلاقي عنده حاجة اسمها less spread يعني هنا الانتشار كان اقل وهنا more spread فانت لما تلاقي كلمة spread يعني ال data بتبين لك الانتشار يبقى ده على طول البوكس بلوت زي ما قلنا هنا لما تلاقي cluster او ال peak او gap او ال outlier يبقى that dot blot لما تلاقي هنا كلمة spread اللي هي distribution توزيع البيانات وسرعة انتشارها يبقى ال spread ده معناه البوكس بلوت طبعا البوكس بلوت هو ال display اللي بقدر اجيب منه الماكسموم والمينموم والميدين والlower كواريتار والأبر كواريتار فده كله هو بيميز البوكس بلوت بس البوكس بلوت ملوش علاقة خالص بال individual data يعني انت وانت مرسم لك البوكس بلوت كده ايه الداتا اللي تقدر تجيبها تقدر تعرف interval تقدر تعرف frequency تقدر تعرف اي individual data ما تقدرش تعرف خالص كل اللي تقدر تعرفه هو 5 number summary يبقى ده اللي بيميز البوكس بلوت بالاضافة الى spread و distribution طيب بالنسبة للهيستوجرام الهيستوجرام اتفقنا انه اول حاجة بتميزه هي الانترفل يبقى الهيستوجرام يعني انترفل طيب هل الهيستوجرام ده بيبين الانتفيجوال داتا لا ده بيبين لك الانتفيجوال داتا في الانترفل يعني ما تقدرش تجيب بيانات فردية ازاي بصوا كده على الانترفل القدامك هاتلي الفريكوانسي بتاع 10 تقدر تجيبها لك استحالة لكن تقدر تجيب لي الفريكوانسي بتاع الانترفل from 0 to 29 تقدر تجيب لي الفريكوانسي بتاع الانترفل from 60 to 89 فلما يقول لك exact number number only يبقى dot blot على طول لكن لما يسألك في انترفل يبقى هيستوجرام طبعا بقدر اجيب منه الجريتست فريكوانسي زي الموجود عندنا اهو يبقى الهيستوجرام هو وده الفرق المهم جدا طبعا الهيستوجرام استحالة نقدر نجيب في ال five number summary وبكده انا احنا بينا ال difference وازاي لما يجي 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 السؤال اقدر اقول ال display دي dot blot ولا هيستوجرام ولا box blot وعرفنا ايه اللي بيميز كل واحدة dot blot يعني individual data histogram يعني interval box blot يعني five number summary طيب تعالوا كده نحل مع بعض ال example ده if you roll a d fifteen times يعني intermittent ظهري ده احنا بنلعب بيه السلم والتعبان انجزة recorder result r دي احنا فضلنا نرمي الظهري ده كده وكل مرة اطلع لي one اطلع لي one ثلاث مرات ثلاث مرات ثلاث مرات and so on المهمة هو خد numbers دي وعمل dot blot وعمل box blot وعمل histogram اهو رسمهم لجهزين اما هو عايز ايه بقى عايز الاسئلة النظرية اللي احنا شرحناها في اول الفيديو which display can be used to find lower quality انت تقدر تستخدم ايه عشان تجيب lower quality والله وانت مغمض box blot تمام يبقى انا عارف كده box blot السؤال بقى التاني هو قال لي the best way لأ قال لي انا اقدر اجيبه منين يبقى box blot وال dot blot يبقى انا اقدر اجيبه من الاتنين لكن لو قال لي حدد لي best way يعني عايز افضل طريقة هقول box blot طيب تعالوا كده بيقول which display can be used to find how many times the number four واخدين بالكو ذكر لكو blot على طول ما قدرش اقول الهيستجرام لانه ما قليش interval طيب تعالوا على السؤال اللي بعده which display can be used to find how many times the number three or more are occurred وهنا السؤال ده مهم جدا طبعا ال display هي dot blot وانا مغمض عيني هو هنا سؤالي انا الهيستجرام معايا ولا مش معايا والله انت هببص ايه هو three and more يعني انت عندك interval start with three تمام كده هبص على الهيستجرام هل فيه interval start with three اه الانترول دي start with three يعني هو عايز من هنا and more يعني عايز ده كل هتقدر تجيبه من على الهيستجرام اه اقدر اجيبه يبقى الهيستجرام معاك يبقى ولا نركز في النقطة دي كويس او حبيبي طيب لو كان طلب مني from two and more ما قدش هقدر اجيبها ليه لاني two معاها الone فماقدرش افصلهم عن بعض يبقى اقدر اجيبهم لما يبقى بداية interval لكن الانترول دي موجودة جوه انترول تانية يبقى الهيستجرام مش معاك طيب تعالوا كده نشوف السؤال اللي بعد بيقلي رائد two questions that can only be answered using the dot blot قل السؤال زي little b ده قل سؤال يبين لك individual data which display can be used to find how many times the number مثلا 4 the number 5 يبقى ادي اول سؤال هتكتب هين طيب السؤال الثاني ممكن تجيب ده بس تغير فيه طب ازي وضح لنا هتقول which display can be used to find how many times the number two and the number two or more are accurately لان two بص كده عندك في الهيستو جرام موجود مع one تقدر تطلع للتول وحده والmore لا ما اقدرش ما اقدرش اجيب التول وحده فمش هعرف اجوجه يبقى السؤال الثاني هتقول which display can be used اهو هتحط ده بس هتغير النمبر ده which display can be used to find how many times the number two or more are accurate تمام كده يبقى انا كده ايه عرفت اغير النمبر وعرفت اعمله بال dot بلوت طب تعالوا على السؤال اللي بعده بيقول write two questions that can be answer using the box blot the box blot هتقول what is the best way to get the five number summary والسؤال ده ثابت معاك what is the display to get هتقول كده what is the best display to get the five number summary انت كده معاك ما تقدرش ايه حد يجيبه غير dot blot لانك قلتله the best way طيب ايه هو ثاني what is the display determine the spread احنا اتفقنا ال spread دي اهو what is the display to determine يحدد لي the spread ما حد يقدر يعملها غير box blot طب يقول and one that can't one that can't طبعا هتقول in visual that which display can be used to find how many times the number two is cured قول واحد ثاني which can can be used to find how many times the number from interval 5 to 6 يبقى انت كده عايز الhistogram وطبعا 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 يقدر يقدر يعمله يبقى كده البوكس بلوت ما يقدرش يعمله تمام يبقى two question اللي يقدر البوكس بلوت يعملهم خلي السؤالين دول سابتين معا which what is the best display to get the five number summary what is the display to determine the spread دول ما يقدرش يعملهم غير البوكس بلوت طيب تعالوا كده نحل مع بعض الاكسرسايز دي وخدوا بالك حباي انا قلت قبل كده ان الاكسرسايز اللي موجودة في future كلها من المعاصر يعني سؤال زي ده مثلا موجود في booklet future كتاب المعاصر هو الاشمل تعالوا كده على number two بيقول هاني collected data about how many moves on the laptop with the student in his class and then created a histogram and box blot بقول which display can be used to find how many times student have 150 moves or more طبعا هو هنا بيسأل عن بيانات يعني بيسأل عن frequency يبقى على طول هقول له الهيستجرام هو البوكس بلوت مالوش أي علاقة بالfrequency خالص طب which display can be used to find the minimum number طبعا البوكس بلوت أنا هنا ما عندي شغل بوكس بلوت و histو جرام فأنا بجاوب ما بين البوكس بلوت وال histو جرام طبعا لما يسألني which display can be used to find the lower query type طبعا البوكس بلوت طب لما طول الهيستو جرام طيب تعالوا كده على number 3 بيقول if you collected data about the number ورسم لي الهيستو جرام ورسم لي dot بلوت تعالوا بقى نشوف وعايز ايه بيقول which display can be used to find the maximum number in the maximum number of in the office طبعا إن أنا أعرف the maximum number of in blue يعني تعالوا كده على horizontal axis هو بيسأل لي على number of in blue يعني عدد الموظفين هأعرف المكسيمum بتاع عدد الموظفين لأ أنت عملي interval يعني أنا عارف هنا maximum frequency تمام لكن maximum عدد الموظفين أنا مقدرش أحدده يبقى ده هو dot blot على طول تمام اللي هو هنلاقيه هنا 5 لكن هنا احنا عندنا 4 and 5 هنقعد نسأل نفس 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 هنلاقيه هو 4 ولا 5 فهنلاقيه هنلاقيه هو dot blot which display can be used to find the number of offices that contain 6 or more and less than 9 يعني هو عايز من 6 and less than 10 يعني هو عايز من 6 لي 9 طيب أول حاجة أنا dot blot معي من غير كده ما فكر هي dot blot معي طب يطرى الهيستوغرام معي ولا لأ بص على interval اللي start بتاعتك 6 أو عندي start 6 وال end 9 أو عندي end 9 يبقى الهيستوغرام معي يبقى انت عارفت تطلع interval محددة يبقى الهيستوغرام معي which display can be used to find the upper quartile upper quartile يبقى dot blot على طول احنا قلنا ان ما بيعملش كده غير dot blot و box blot طيب which display make it clear that there are no offices with three embloui طبعا dot blot اهو عندي three embloui اهو انت عارف اهو ما فيش ايه offices طب تعال بصي كده انت لو بصت عصري هتقول ده في data بيانات محددة exact number 1 يبقى على طول dot blot ياولاد ماشي حبيبي طب تعالوا كده على number four بيقول لي if you ask the student in your class the statistical question how many books did you read in this month رسم لي هنا dot blot والhistogram بيقول لي which display can be used to find the number of student who read انا بيسأل على number dot blot على طول البوكس blot اصلا مالوش العلقة بالفريقوانسي طيب which display can be used to find the median الاتنين لي عشان ما قالك the best way ولا قالك easier يبقى هقول له dot blot و box blot تمام which display can be used to find the gaps and outlier احنا عرفنا عارفين ان الاتنين دول اللي لهم علاقة بايه dot blot ال gaps والoutlier والcalister والbeek زي ما اتفقنا طيب which display can be used to find the minimum value of the number of box dot blot و box blot طيب بيقول state one thing you can see in the dot blot that you can't see in the box blot طبعا اول حاجة عندك انت شايفها ايه تقدر تشوفها في البوكس بلوت لا يبقى هتقول له ال gaps طيب ايه الشيء انه it is easier to see in the box blot طبعا المedian طبعا ال lower quartile طبعا ال upper quartile بناظرة واحدة انت عرفتهم وعرفت النمبرز بتاعه تمام كده يبقى الاسهل طريقة ان انت تجيب بيهم ال midian وال lower quartile وال upper quartile هو box blot فانت هنا ممكن تقول له median ممكن تقول له upper quartile وممكن تقول له lower quartile وكده حبيبي نكون خلصنا lesson 5 اتمنى الفيديو كون سهل وبسيط بالنسبة لكم وان شاء الله نتقابل في الفيديو جاي مع شرح yonit 7 وهي اخر yonit علينا في منهج تم الاول